الطريقة الثانية من طرق إهلاك الأصول الثابتة طريقة القصط الثابت وهذه الطريقة كما ذكرنا بتعد الأكثر شيوعاً واستخداماً في الحياة العملية ويكون قصط استهلاك الأصل طبقاً لهذه الطريقة ثابتاً ومتساوياً عبر الفترات الزمنية للعمر الإنتاجي للأصل بمعنى يتم توزيع تكلفة الأصل السابت على سنوات الاستفادة منه أو على عمره الإنتاجي بالتساوي ويتم احتساب مصروف الاستهلاك الدوري طبقاً لهذه الطريقة عن طريق تقسيم التكلفة المراد استهلاكها على العمر الإنتاجي المقدر على أساس زمني على النحو التالي قصط الاستهلاك السنوي يساوي تكلفة الأصل ماقص القيمة المقدرة كخردة على العمر الإنتاجي المقدر بالسنوات ويمكن التعبير عن قصط الاستهلاك السنوي كنسبة مؤوية وتحتسب النسبة المؤوية عن طريق العمر الإنتاجي بالسنوات فمثلاً إذا كان العمر الإنتاجي بالسنوات عشر سنوات إذن يكون معدل الإهلاك عشرة في المئة وإذا كان العمر الإنتاجي للأصل خمس سنوات إذن معدل الإهلاك عشرين في المئة وهكذا ويلاحظ هنا أن هذه الطريقة تعد ملائمة لتلك الأصول التي يرتبط فيها تناقص منافع العصل المتوقعة مع مرور الزمن وذلك مثل المباني ومن أهم أوجه القصور في هذه الطريقة أنها تقوم على فرض أثبت عدم واقعيته وهو ثبات المنفع الاقتصادية للأصل من فترة إلى أخرى فمن المعروف أن السنوات المالية تستفيد من الأصل استفادة غير متساوية حيث يكون الأصل في السنوات الأولى بكامل كفاءته بينما تتناقص كفاءته بعد ذلك مع مرور الوقت كما أن من عيوب هذه الطريقة أيضاً أنها تؤدي إلى تشويه أو تضليل التحليل الخاص بمعدل العائد على الأصول والمثال التالي يوضح كيفية حساب قصة الاستهلاك باستخدام طريقة القصة الثابت البيانات التالية متعلقة بإحدى الآلات التي اقتنتها شركة الهدى في 1.1.25 تكلفة شراء الآلة 400 ألف ريال القيمة المقدرة كخردة 50 ألف ريال العمر الإنتاجي للأصل مقدراً بالسنوات 4 سنوات والإجابة هنا كيفية حساب قصة الاستهلاك السنوي قصة الاستهلاك السنوي باستخدام طريقة القصة الثابت في هذه الحالة يساوي تكلفة شراء الأصل ماقص القيمة كخردة على العمر الإنتاجي للأصل إذن قيمة قصة الاستهلاك السنوي عبارة عن 87.500 ريال وهي قيمة ثابتة طوال العمر الإنتاجي للأصل ويتم إثبات قيد اليومية الخاص بقصة الاستهلاك على النحو التالي حساب مصروف الاستهلاك مدين 87.500 وحساب مجمع استهلاك الآلة 87.500 ويتم تكرار هذا القيد سنوياً بنفس القيمة ترجمة نانسي قنقر